إلى إيران يوجه الغرب اتهاماته عند كل أزمة في المنطقة محاولا تحويلها إلى شماعة لإلصاق التهم بها في إطار سياسة أقرب إلى الابتزاز باتت معتادة وفرصة يقتنصها لتسجيل نقاط في وجه تهران عبارات مدروسة وممنهجة ركزتها الأساسية التضليل وشيطنة فصائل المقاومة والتشكيك باستقلاليتها المعزوفة الأمريكية والغربية ضد تهران تكررت أخيرا عقب استهداف قاعدة أمريكية في الأردن حيث كان اتهام إيران جاهزا على رغم إقرار الإعلام الأمريكي بعدم وجود دليل على أن إيران تتخذ القرارات في العمليات المنفذة وفق ما تؤكد نيويورك تايمز تكرار الذرائع نفسها برز في قضايا مشابهة فقد اتهمت إيران بالوقوف وراء ملحمة طفان الأقصى وحملت مسؤولية أطلاق الصواريخ والمسيارات على السفن في البحر الأحمر وفتح جبهة جنوب لبنان على الاحتلال علما بأن تهران أكدت مرارا استقلالية قرار المقاومة وكذلك فعلت قوى المقاومة في أكثر من بلد يدير الغرب الأذن الصماء لكل ما لا يتوافق مع سرديته ذرائع زائفة لا تمثل خروجا من المألوف من واشنطن التي وضعت نفسها في موقف معقد بين من ينادي بمهاجمة إيران بكل ما يحمله ذلك من تداعيات ومن يدعو إلى ضرب قوى فاعلة محلية يتهمها بالتباعية لإيران ومن يقول أن العقوبات هي المخرج من التورط في حرب شاملة تهرب الولايات المتحدة من أزماتها في المنطقة بالغرق في مستنقاعات التهم ضد قوى مقاومة تمتلك الاستقلالية في اتخاذ قراراتها ومواقفها في حين أن المتغيرات الدولية والإقليمية من المواجهة مع روسيا في أوكرانيا إلى ملحمة طوفان الأقصى وحرب الإبادة الإسرائيلية أظهرت بوضوح كيف يمكن أن تعمل أنظمة ضد مصلحة شعوبها وكيف يتجاهل قادة دول أصوات ناخبيهم التي تملأ الشوارع والمدن لمصلحة التباعية للهيمنة الأمريكية ولو ضد مصالحها المباشرة ولعل مشهد الأزمات الأوروبية المتتالية في الاقتصاد والطاقة والمجتمع خير شاهد على ذلك